عندما يؤذن المؤذن ونذهب للصلاة ولسيما صلاة الظهر نصلش من داخل المسج ثم يبقى الإمام ينتظر مدة تزيد عن نفسها وأنا إنسان كما يصف نفسه يقول إنه إنسان ثقيل ويتخبطه الشيطان من المسج ويظل يطارده طوال هذا الانتظار أما هو رأي فضيلتكم بما يشغل وقته طوال تلك الفترة أو ما هو الوقت المناسب للفصن بين الأذان والإقامة حتى يحضر الناس جزاكم الله خيرا وما بالنسبة للوقت الجاصل بين الأذان والإقامة ينبغي أن يكون متوسطا لا يكون طويلا يثل على الناس ولا يكون قصيرا تفوت على الناس إدراك الصلاة أو ضع الله وإنما الإمام ينظر في المصلحة وما هو أرفق بالمهمومين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال أصحابه فإذا رأاهم اجتمعوا عجل وإذا رأاهم تأخروا أخر ما الحف على المبادرة إلى الصلاة عند الأذان والذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما كان في وقت العشاء كان إذا رأاهم اجتمعوا عجل وإذا رأاهم أخروا أخر لأنه كان مثل تأخير فلا في العشاء أن كل ما تأخرت إلى ثلث اليه لكن أفضل أما في بقية الصلوات فإنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال المأمومين لا شك أن الصحابة كانوا حريسين على الحضور ومبادرة خلاف وقتنا الحاضر فإن نراحب على المأمومين أنهم يتأخرون إلى وقت الإقامة والإمام ينتظرهم المشكلة جاءت من المأمومين الواجب عليهم أن يبادروا بعد الآلان يتوجهون إلى الصلاة فإذا رأاهم الإمام اجتمعوا فإنه يقيم الصلاة هذا هو حل المشكلة لا شك أن على الإمام مسؤولية وعلى المأمومين أيضا مسؤولية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام بأن راعي الضعفة ولو الحاجة في ضرع السن والصلاة قال صلى الله عليه وسلم أي أم الناس فهل يخفر فإن في يوم الكبيرة والمريضة ولا الحاجة مراعاة حوال المأمومين مطلوبة من الإمام وأما قضية أنك مصاب من مس من الشيطان أو مس من الجن وأنك في مدة انتظار الصلاة في المسجد يحصل لك شقة فأنت تراعي الأحوال مناسبة لك لأن تحضر عند الإقامة عند إقامة الصلاة ولا تتقدم إلى المسجد في وقت يحصل عليك في المشقة أو إذا حضرت إلى المسجد فإنك تشتغل بذكر الله وكلاوة القرآن فإن هذا يطرد عنك الشيطان ويقطع عنك النساوس عليك بذكر الله والصلاة فلاك النافلة وفراءة القرآن فإن هذا يطرد عنك الشيطان بإذن الله جزاكم الله خير وحسن إليكم